ما فيش نمو روحي بعيدة عن الذهن الكتاب قال تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم والذهن هو العقل الذهن هو العقل اللي هو أنا بتكلم عنه كأداة تفكير وعمل الله لما بدأ فينا أفاسوس 4.23 حدث التجديد في روح الذهن جوهر الذهن يعني يبدو أن معتقدات جوهرية جدا كانت بتخليك رافض الله حدث فيها معجزة فاتغير المعتقد فقابلت الله لكن هذا التجديد الذي حدث في لحظة الكونفيرجن يوم رجوعك لله كان في جوهر الذهن في روح الذهن منتظر أن ينتشر وينتشر وينتشر ليسود في الذهن كله وعلى قدر تجديد المعتقدات التي تكون عقلك كأداة على قد نمو الروحي وعلى قد التغير إلى تلك الصورة عينها لحظة عشان أيني أحاول إيه؟ ألخص اللي حالك بتقوله يوم الكونفيرجن أو الالتقاء أو العمل المعجزي اللي بيخلق فيه إنسان جديد أو بيولدني من جديد بغض النظر اللغة الروحية لنستخدمها بيعمل تغيير معجزي في عزول إيه؟ في الحتة المركزية أكثر معتقد محوري من جهة الله ومن جهة نفسك في عقلك أو ما بيغيروش بالكامل ما بيغيرش العقل كله وإلا ما كانش فيه داعي إن الرسول يقول لنا أنتو هتعيشوا طول عمركم بتتغيروا عن شكلكم بتجديد أذهبكم أو ما كانش فيه داعي إن الرسول يقول في طيتوس تلاتة إن المعجزة دي حصلت بحكتين غسل الميلاد الثاني وتجديد الروح القدس الغسل مرة بيحدث في لحظة لكن التجديد يستمر طول العمر التجديد بيحصل فين هنا؟ أكيد مش في خلايا المخ صح لكن في الأفكار معتقدات خلايا نسميها المعتقدات يعني أحب أميز ما بين المعتقدات ما بين الأفكار ما بين الصور تلاتة دول مش كلهم حاجة واحدة إحنا جوانا اللي بيمشينا يا يوسف فيه واحد اسمه ميشيل بولاني أو مايكل بولاني ده رجل كان عالم كيميا عظيم في أكسفورد وبعدين قلب لفلسفة العلم لأنه اكتشف قالك إنه المعرفة اللي احنا عارفينها دي مش هي كل حاجة فيه كم رهيب جوانا من المعرفة اللي بيمشينا اللي احنا ما نعرفش عنه حاجة يعني بيأكد الفكرة الأولانية وبيقول إن دي من ضمنها حاجة خبرات أو صور معينة خبرات معينة أو صور معينة يعني أنا مثلا أنا عندي معتقد معين من جهة الكلام تمام هذا المعتقد مش مبني على أساس علمي قدمه ومبني على خبرة قديمة وأنا طفل فاهمت أصلي؟ فاهمت أصلي فيه صور معينة أنت شفتها في إعلانات أو صور معينة شفتها في مجتمع معين كنت معدي وشفت واحد شاب معين أنيق بيركب عربية معينة وبيتصرف بطريقة معينة الصورة دي على بعضيها نزلت لك لو أنت جيتلي في مرة نحل التصرف معين أنا من الممكن أعود إلى هذه الصورة اللي نزلت لك في جزء من الثانية يعني الكلام اللي بتقوله ده لو مش عارف لو حراجة فراجة على الدوكيومنتري اللي عاملة ألبان الأيام دي اسمها سمعت عنها اسمها السوشال دايلاما وبتتكلم على السوشال ميديا وإزاي الشركات اللي بتشتغل بالحاجات دي بتعمل نوع من التحكم في البيهيفور أو التصرفات من خلال الصور ومن خلال أنه يعني كأنه يجمع معلومات عنك أنت بتحب إيه وما بتحبش إيه من خلال مثلا يعني مفترض مثلا بعمل كده في فيسبوك هو بيحسب البوستس اللي عندها بقعد مثلا وقت أطول فيديني مزيد من دي صور أكتر من دي أو أو إمبوت أكتر من دي فيبتدي يتحكم ويبتلي إعلان ويشكل حياتك واختياراتك